طالت الأذرع الإيرانية في المنطقة حتى بلغت ما لم يحلم به المرشد يوم وتغولت على حساب مدن وشعوب ساحقة أحلامهم تحت نار حرب طائفية تدار تحت عدة شعارات تمكنت رام خلالها من السيطرة على أربع عواصم عربية وتطمح للمزيد ولأن اللي السريع مقترن بمد الذراع أبعد من اللازم فإنما تراه إيران قوة يمثل في الوقت ذاته نقطة ضعفها كونه يمثل فرصة لخصومها الذي هدد برد حازم ضد أي هجوم من إيران أو وكلائها بحسب مجلة ناشونال انتراست المجلة قالت إن من أبرز سمات الضغط الأمريكي على إيران فكرة تحميلها مسؤولية تصرفات وكلائها وذلك يجعلها غير محصنة في جميع المناطق التي شعرت بأنها تمد نفوذها فيها فالتهديد الأمريكي يضع آلاف الأهداف المكشوفة ويشكل خطرا وإنذارا لقرابة مئة ألف مقاتل من ميليشيا الحجد أو عدة ميليشيات شعية في العراق بالإضافة لحزب الله في لبنان والحوثي في اليمن وهم حلفاء يحظون بدعم الحرس الثوري الإيراني ناشونال انتراست رأت أن طهران وضعت نفسها في موقف هش نتيجة حملها عدة أعباء وذلك بدى جليا في اختفاء لغة التهديدات المألوفة عن النظام الإيراني والرد بطريقة أشد حذرا وهدوءا حتى فسر كثيرون تأكيد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن القوات الأمريكية الموجودة في الخليج لا تكفي للمشاركة في حرب كبرى وكأنها رسالة طمأنة للداخل الإيراني تحمل في طياتها الكثير يخشى النظام الإيراني من تحميله مسؤولية ما يحدث في المنطقة لا سيما مع غياب الشماعات التقليدية التي علقت عليها كثير من ممارسات الميليشيات المرتبطة بطاران كما يقول حقوقيون فكيف بإيران اليوم وهي بوجه عسكري طامح للنفوذ ويدين ملطختين بالدماء يصعب مع الأيام محو أثارهما ترجمة نانسي قنقر